اشتركوا في القناة وأن الله سبحانه وتعالى تاب عليهم الآيات والدلائل لكنهم لم يجدادوا إلا عتوا وعنادا وتقدم ما ذكره سبحانه وتعالى عنهم أنهم اعتدوا في الشبت وأن الله سبحانه وتعالى مشخ قردة وخنازير وأن الصحيح أنه مشخ حقيقي وأنهم مسخوا إلى هذه الصورة وهذا قول جماهير العلماء وجماهير المفسرين وجاء عن مجاهد رحمه الله أن المسخ مسخ لقلوبهم وليس مسخ لصورهم والصواب أنه مسخ معنوي ومسخ صوري مسخ حقيقي وأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لممسوخ نسلا وأنهم هلكوا بعد ذلك وأن القردة والخنازير كانت قبل ذلك وأن هذه القردة والخنازير ليست من نسل أولئك وذكر سبحانه وتعالى أنه جعل هذه القصة عبرة وجعلهم نكالا أي عقوبة وكان الواجب عليهم أن يتعظوا وأن يعتبروهم وأن يكونوا من المتقين المعتبرين المعتبرين الذين يتعظون بما أنجل الله سبحانه وتعالى من آياته الكونية ومن آياته الشرعية لكن كانوا عبرة لمن بعدهم ولهذا قال سبحانه وتعالى فاجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين يعني كانوا عبرة لمن حولهم واختلف لمن بين يديها فاجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها هل المراد ما بين يديها وما خلفها ممن تقدمهم في الزمن وممن جاء بعدهم أو أن من بين يديها أو ما بين يديها يعني من القرى الذين بقربهم والذين حولهم ممن علموا بقصتهم وهذا أظهر وإن كان قد يكون أيضا لمن قبلهم وإن كانوا لم يدركوا وإن كانوا بعدهم لكن علموا ذلك بكتبهم وأنه سيكون قوم يكون منهم كذا وكذا وأنه جاء في كتبهم أنه سيكونون على هذه الصفة وأنهم سيمسخون قردة وخنازير وعلى هذا تكون عبرة لمن تقدمهم في الزمان ولمن تأخر عنهم في الزمان ويكونون عبرة لمن حولهم من القرى القريبة والبعيدة في المكان ولهذا قال فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ثم ذكر سبحانه وتعالى قصة أخرى وهي التي سميت عليها هذه السورة وهي قصة بقرة بني إسرائيل وذهب كثير من فسرين أن هذه القصة كانت بعد عبادة العجل وما وقى عنهم كما تقدم مما ذكره سبحانه وتعالى عنهم ولهذا قال سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين استهر وعرف من قصة هذه البقرة وأن سببها كما هو موجود عندهم وكما هو مذكور في كتب التفسير وقد جاء عن عبيدة بن عمر السلماني رحمه الله التابعي الكبير الجليل المخضرم وكذلك عن أبي العالية الرياحي رفيع ابن مهران رحمه الله وكذلك عن سدي بأسانيد ثابتة عنهم عند ابن جرير وغيره في قصة مجملها أو ما تجتمع عليه هذه الروايات أنه كان في بني إسرائيل رجل له ابن عم وكان هذا الرجل دامال عظيم دامال عظيم وليس له ولد وأن ابن عم استطال حياته وطمع في ماله فخدعه وغدى به ليلا إلى دار أخرى من دور بني إسرائيل غير الدار التي هم فيها فقتله عند بابهم ورمى به هناك فلما أصبح جعل يصيح ويولول يا موسى إن بني فلان قتلوا عمي فمن لي بثأر عمي من لي بدم عمي يا موسى أنت رسول الله فبين لنا من قتله كل ذلك كان مكرا وخديعة لكن المكر يعود على الماكر فاختلفوا وكادوا أن يتناجعوا ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم تدارأوا وتناجعوا كل يرمي بقتله على غيره فقال بعضهم لبعض لم تختلفون ولم تتناجعون وهذا موسى نبي الله بين أظهركم مع أنهم لا يعتبرون للأنبياء ما قال ولا يتأدبون معهم يقولون يا موسى سل ربك يا موسى ادعو ربك يا موسى نكلم ربك كما كلمته يعني ليس هناك أدب منهم مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام فقالوا لموسى عليه الصلاة والسلام قال لم تختلفون وتناجعون وعندكم موسى عليه الصلاة والسلام فقالوا لم تتناجعون ولم تختلفون فعند ذلك لما كاد أن يكون بينهم نائرة وثائرة قالوا قالوا سلوا موسى عليه الصلاة والسلام فقال موسى عليه الصلاة والسلام لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة الله أكبر قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وهذا غاية في إساءة الأدب مع نبي الله عليه الصلاة والسلام موسى أحد أولي العزم عليه الصلاة والسلام قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فالله سبحانه وتعالى أمرهم أن يذبحوا بقرة والله أعلم بالحكمة لكن الأمر بان بعد ذلك وتبينت وتبين الأمر في حالهم وخرج القاتل وإما ذكر بعض أهل العلم أن هذه القصة كانت بعد عبادة العجل وكأنه يقول إن البقرة للحرث والشقي والعمل والبقر يذبح ويؤكل وأنتم تعبدون العجل أفلا تعقلون أفلا تتفكرون فكأنه إشارة إلى ما كانوا عليه من الإعراض والتولي فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هجوة هل نبي الله عليه الصلاة والسلام يخاطب بمثل هذا لكنه الضلال المبين عياذا بالله من ذلك ومع ذلك لم يمتثروا ولم يستجيبوا لقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وهذا الأمر واضح أبين لا إجمال فيه ولا إشكال مثل أي أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى كما لو قال لهم تصدق بدرهم أعتق رقبة تصدق بدنار هل هذا فيه إجمال هل هذا فيه إبهام أمر واضح بين لكنها طبيعة القوم قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فعلوا ما تمرون شددوا فشدد عليهم ادعوا لنا ربك لم يقول اسأل ربنا ادعوا ربنا ادعوا لنا ربك سأل ربك وهذا كما تقدم منهم مرارا غاية في إساءة الأدب فالله سبحانه وتعالى مع ذلك يرحمهم ويعفو عنهم ويتجاوز عنهم قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض الفارض الكبير التي يعني لا ولد فيها ولا بكر الصغيرة جدا التي لم تلد عوان وسط أو نصف ألا بيقولون نصف عوان بين ذلك ففعلوا ما تمرون الأمر واضح بين والأمر الوجوب من أول ما أمركم به إن الله يأمركم هل يجوز التأخر عن أمر الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ففعلوا ما تمرون لكنهم مع ذلك تعنتوا وتشددوا وإلا فلو عمد عمدوا إلى أي بقرة لا أجأتهم قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها نريد لون البقرة قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين هذا قيد ثاني القيد الأول فيه قيود لا فارض ولا بكر وسط عوان بين ذلك لما شددوا شدد عليهم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فرحمة الله على شلف هذه الأمة لم يكونوا يسألون إلا ما ينفعهم في دينه كانوا يسألون عما يجب يسألون عن أمور تخفى عليهم هكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا مع ذلك يتحاشون السؤال إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا ربما رشوا من جاء من البادية لأن أمنه عن المسألة في أول الأمر فكانوا ربما أعطوه شيئا من المال لكي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فهؤلاء القوم كانوا على خلاف ذلك فالله سبحانه وتعالى أخبر موسى عليه الصلاة والسلام أنها بقرة صفراء فاقع لهم يقال أصفر فاقع وأسود حالك أحمر قاني وهكذا يعني الألوان لها أوصف فهذه الصفرة فاقع لونها تأخذ بالأبصار من شدة لمعانيها وصفرتها تشر الناظرين لكن القوم لم يمتثلوا كثر سؤالهم قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ماهي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لم يهتدون ادعوا لنا ربك يبين لنا ماهي يعني أيضا مع هذا البيان العظيم مع أنه قد تبين لهم كامل البيان من أول ما أمروا بذلك قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ماهي إن البقرة تشابهت تشابهت عن البقرة يعني مع هذه فإنا تشابه علينا في ألوانها في وجوهها في كذا في كذا لكن لما قالوا وإنا إن شاء الله لم يهتدون كان حري أن يقبلوا ويقبلوا فقال موسى عليه الصلاة والسلام بأمر الله سبحانه وتعالى قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرثة مسلمة لا شيئة فيها لا ذلول ليست مذللة تثير الأرض تعمل البقرة تعمل لكن هذه بقرة لا تحرث ولا تسقي هذه مكرمة لا تسقي الماء ولا تثير الأرض فتحريثها مشلمة من العيوب كلها لأن البقر الذي يعمل في الغالب أنه قد يكون فيه شيء من العيوب قد يلقى عليه شيء من الحبال قد يشد بشيء فيكون شيء من النتوآت وشيبين على الجلد هذه لا شيئة الشيئة هي العلامة ومنه الوشي ثوب موش أي عليه خطوط عليه زينة ومنه الوشاية الواشي إذا قال فلان واشي ما معنى واشي يزين الكلام يحبر الكلام ينمق الكلام للإفساد بين الناس يشي يشي بهذا القول إلى فلان وبهذا القول إلى فلان وينمقه ويزين حتى يقبل في كل سبب للفساد هذا من جهة أصل المعنى فليس فيها شيئة لا شيئة فيها قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسكي الحرف مسلمة سليمة من جميع يوم لا شيئة فيها ليس فيها لون غير لونها ليس فيها لون غير اللون الذي وصفت صفراء فاقع لونها لا شيئة فيها وانظر مع هذا قالوا كلمة لا تنبغي بل لا تجوز بل قد تكون كفرا وردة حين قالوا الآن جئت بالحق قالوا الآن جئت بالحق يعني هل المعنى أنه لم يأتي بالحق قبل ذلك هذا كفر وردة ظاهرة وإن قالوا وإن أراد والآن جئت بالحق البين يعني تبين لنا كان خاف علينا وخفي علينا فلم يظهر لنا إلا بعد ذلك هذا جهل ظاهر وسفه هل يليق بنبي الله عليه الصلاة أن يقال له مثل هذا لكنهم القوم أصحاب هذا الخلق فلا يستغرب ولا يستنكر منهم قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون والله سبحانه وتعالى ذكر بعد ذلك السبب في قوله سبحانه وتعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها هذا كما تقدم حين أمرهم سبحانه وتعالى بذلك بسبب هذه القصة بسبب هذه الواقعة السبب قتلتم نفس فادارأتم فيها اختلفتم وتناجعتم كل منكم ينسب القتل إلى غيره يقول قتلوا فلان وفلان يقول قتله فلان فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتموه ما كتموه وما فعله هذا القاتل الذي قال لنبي الله عليه الصلاة والسلام أريد دم قاتلي يعني يقتل القتيل ويمشي في جنازته كما يقال ويصيح ويولول وذكروا في مثل هذا لكن الآية العظيمة في قوله سبحانه وتعالى فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون هذا هو الموضع الثاني في شورة البقرة الذي فيه حياء الموت تقدم ثم بعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون هذا هو الموضع الثاني الموضع الثالث في قوله سبحانه ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وملوف حذر موت فقال لهم الله موت ثم أحياهم الموضع الرابع أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي الله أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته اللهم يتعام ثم بعث الآية الموضع الخامس قصة الطيور الأربعة مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فاخذ أربعة من الطير فصرهن إليك أيجمعهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعوهن يأتي إنك سعيا واعلم أن الله عزيز الحكيم خمسة مواضع ذكر الله فيها سبحانه وتعالى إحيا الموت في هذه السورة ومنها هذا الموضع هو الموضع الثاني فقل نضربوه بعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون العلماء من المفسرين رحمة الله عليهم ذكروا نقلات الله أعلم بها وبما ضرب لكن الواجب الوقوف على ما وقف عليه الكتاب العجيز ولو كان لنا مصلحة في الشيء الذي ضرب به هل هو عظم الكتف هل هو ضرب بذيله هذا لا فائدة فيه مثل كثير من القصص التي تنقل فيها تفاصيل الله أعلم بها ولهذا كما قال سبحانه فقل نضربوه ببعضها فظاهر القرآن يضرب بشيء منها إما بعظم من عظامها أو بغير ذلك فالله أعلم فعند ذلك فلما ضربوه ببعضها أحياه الله قام حياً سليماً تكلم من قتلك كانوا عنده قال قتلني ابن أخي فلان ثم عاد ميتاً ولم يرث منه شيئاً آية عظيمة وعبرة في هذه القصة لبني إسرائيل في البعث والنشور وإحياء الموتى وكما تقدم أن الله سبحانه وتعالى أراهم آيات عظيمة آيات شرعية وآيات كونية لكن مضوا على عتوهم وظلالهم وهذه الآيات كما تقدم آيات مدنية والسورة مدنية يخاطب الله سبحانه وتعالى بها بني إسرائيل في جمن نبينا صلى الله عليه وسلم يخاطبهم فالخطاب لهم لأن القصة وقعت لأجدادهم والمن منها على الأجداد منها على الأحفاد والعبرة التي وقعت ورأوها في أجدادهم عبرة لهم فاتعظوا واعتبروا فإن كنتم مؤمنين حقا بموسى عليه الصلاة والسلام فآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أنتم تعلمون ذلك وتعرفون ذلك ولا يخفى عليكم لكن القوم تكبروا وتجبروا والله سبحانه وتعالى أظهر دينه وكتابه وسنة نبيه فلله الحمد والمنة على ذلك نقف على هذا والله أعلم وصلى الله وسلم ومبارك عن نبينا محمد تكبروا